بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اوارتوني في قناتي ياسمين توليو تيو هنبدأ مع بعض النهاردة اولى فقراتنا هنشوف مع بعض اولى فقراتنا هتكون عن مين الحقيقة النجم مصطفى شعبان اتعرض لانتقاط شديد جدا وهجوم قاسي جدا من الجمهور ومن المتابعين على اواقع التواصل الاجتماعي وده بعد نشر مصطفى الصور له من رحلة صيد انبيها خلال تواجده بمحافظة مرسمة روح واتهموا بعض المتابعين بالتحريد على قتل الحيوانات وان تصرفه ده تصرف غير انساني ظهر مصطفى شعبان في الصور مع مجموعة من اصدقاء ظهر بجاكت بجيوب متعددة بدأ طبع مصطفى في غاية الراحلة قال انه دي هويته المفضلة لكن الحياة اللي دفت على شعبان مصطفى شعبان هي من قد اسمها عليهم فمصطفى شعبان شارك منشورها وكتبت اسمها ووضحت الامر وقالت ياريت الناس قبل ما تهاجم وتنشر خبر او حد يتفعلها علشان تهاجم فنان ملوش اي مواقف فجة او مواقف غير انسانية ياريت تحاول تفهم الاول قبل ما تنساق اولا اللي في ايد مصطفى ده اسمه حمام قمري او البعض بيطلق عليها حمام السلح فائية وده الموسم بتاعه والحمام ده معروف عنه انه هو اكل الملوك وحوار انه نوع من العصفير وعصفير زينة والحاجات دي ما تدخلش على عيه الصغير لانه باختصار هو كفنان وشخصية عامة مش هيعمل كده كملت كلامها وقالت فرضا انه فنان تاني مكانه ما اعتقدش ان البدو اللي عندهم كرمتهم وعندهم اخلاقهم اهلا من اي حد وعادتهم فوق الكل هيوفق انه هو هيعمل كده ابدا ياريت الصحفيين هم بيكتبوا ياخدوا بالهم من البست ده كويس او على الاقل يحاولوا يسألوا خبير ايه نوع الطير اللي في ايد مصطفى وقق ربطرية للحقيقة المعرفة والبعد عن الجهل والمهاجمة بدون دليل علق بقى مصطفى شعبان عن منشور وكتب اشكرك استاذ اسماء للبحث والتوضيح الصحافة مسئولية من ناحية اخرى دفع البدو في محافظة مارسة مطروحة للنجم المصري وكتب احدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان مصطفى شعبان كان يوم في ضيافة اخواتنا كم الكلام وقال مصطفى احترم العادات والتقاليد وجاي استمتع بأجواء الصيد مش يصور في مشهد تمثيلي واللي يحترم البوادي البوادي يعطوه وجبه يعطوه وجبه في حدود الاحترام المتبادل الحقيقة هنا يا جماعة القران قسمت لشقين ناس بتدفع المصطفى شعبان وناس تاني بتقول ان صيد الحيوانات حرم او صيد الطيور بشكل عام لكن الحقيقة انا مش عارفة اقول ايه لو اي حد مننا ووتيحت له فرصة ان هو يصطاد او ان هو يخرج في رحلة الصيد مش هيقول لا فبلاش بقى ان احنا نقعد ننتقد بعض واحنا عارفين حتى الطيور او الحيوانات فيه طبعا طيور وحيوانات مسموح لنا ان احنا ناكلها ومش حرام دبها او صيدها فالمفروض ان احنا ما نعممش واللي هو الحقيقة علشان مجرد بس ان هو فنان مشهور واي فنان مشهور بيعمل اي تصرف على طول الناس بتعلق عليه ويمكن كمان بتكون اغلب التعليقات للفنان بتكون تعليقات مهاجمة ودايما بيحاولوا يننتقدوه الحيانة شايف ان هو لو كان انسان عادي ما كانش هيلاقي كل المهاجمة دي ويمكن دي تكون ضريبة الشهرة والنجاح لو طلعت فنانة ولبسة لبسه معين على طول الناس بتنتقده لو طلع فنان واستاذ زي حكاية مصطفى شعبان على طول الناس بتنتقدو ياريت ما نعودش البعض على الواحدة ونبص الحقيقة كل موقف ونفكر الاول قبل ما نتكلم وقبل ما نهاجم اي حد وزي ما قالت الكاتبة اسمي نتحرط دقة الاول وده رأي الشخص اللي جايز يعجب ناس كتير او ما يعجبش ناس تانية وبالنسبة للي حصل دا والموضوع دا وانا ما استنيها طبعا اسمع اراكم في التعليقات وعايز اقول لكم على حاجة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ومعادنا دلوقتي مع فقرة تانية من فقراتنا النهر اتمنى طبعا قبل ما اعرضها لكم ان هي تنال اعجابكم فقراتنا دلوقتي بخصوص النجم تامر حسني وزوجته باسمة بوسير الحقيقة حضرولنا مفاجأة جديدة اطلاق هاترك دي بيحمل توقعهم الحقيقة باسمه وتامر هيسفروا للفرنسا لأسبوع المقبل وذلك العقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على موعيد طرحة اول اصدراتهما وتفاصيل الحملة الدعائية والحملة العالمية واللي من المقرر ان تغذو الوطن العربي في الفترة المقبلة من المرجح ان يستقر تامر حسني وزوجته على مناسبة عيد الحب ان شاء الله يكون عيد الحب المقبل طرحة اول امتاج خاص بهما وكالعادة بدأت حملة الانتقادات وقالوا ان الفكرة دي مش فكرة جديدة لاسي يمن النجم المصري عمر ديها باطلق قبل اشهر اترا الاتر ده بيحمل اسمه مع الرقم 34 وبعده اطلق خطازياء يحمل الاسم نفسه وبكده زي ما قلت لكم تصرف كويس تصرف وحش اه المهم من الفنان في الاخر لازم ينتقد وطبعا الفئة اللي بتنتقد الفنانين في تصرفات كويسة دي بتكون فئة ولا يلا مرضى نسيين انا عايزاكم تكتبوا لي رأيكم في التعليقات واتبركوا لتامر حسني مقدما معدنا دلوقتي مع الفقرة التالتة خاصة بالفنانة اصالة واللي عملنا لها فيديو مخصوص مبارح وقلنا لها الف مبروك وده بمناسبة عقد قرانها عقد قرانها على الشعر الاراقي فائق حسن بعد عقد قران اصالة وفائق تصدر اسمه اهتمام رواد السوشيال ميديا كما احتل اسمه الترند وده على محركات البحث على جوجل نشرت اصالة صورة الصورة دي بتجمعها بعريسة وده بعد عقد القران ارفقت طبعا الصورة بتدوينها رومانسية وكشفت فيها عن مشاعرها اتجاهه ودلوقتي هنتعرف مع بعض اكتر على فائق حسن فائق حسن هو شاعر ومخرج عراقي يدير اعمال الفنان ماجد المهندس ووفقا للمعلومات المتدولة عنه فهو يرلغ من العمر حوالي 52 عاما يعني بنفس عمر الفنانة اصالة بيمتلك حساب رسمي على انستجرام بيتابع قبل ايام قليل حوالي 5000 متابع لكن طبعا بعد عقد قرانه على الفنانة اصالة زاد عدد متابعين ووصلوا 38000 متابع لكن هو ما بيتابعش سوى شخصين بس شخصين بس على انستجرام هما ماجد المهندس لأنه طبعا مدير اعماله والمفاجأ هنا الفنانة التانية اللي بيتابعها ما بيتابعش غير الفنانة اصالة نصر يعني زوجته فوق نادرا ما ينشر له السور باستثناء بعد اللقطات له مع ماجد المهندس ومع بعض اصدقاء ولانه غير نشط على انستجرام تعامل فيق حسن مع عدد كبير جدا من الفنانين وده خلال مشواره الفني وقدم لهم مجموعة من الاغاني الموقعة الاغاني دي باسمه كان من اشهرها بين ايدي يمكن احبك وحشني موت وانا حنيت لو اتكلمنا دلوقتي على الحالة العاطفية لفاق حسن سبق لفاق ان هو خط تجربة الزواج وده كان عام 2009 التجربة دي للأسف انتهت بالانفصال ليس لديه ابناء من تجربته السابقة كان فيه حديث لفاق يعود لعام 2009 وده كان مع صحيفة الرأي واعلن وقتها ان تم زواجه من المودل مارتا حامد على الرغم من انه كان رافضا لفكرة الزواج من الاساس وكشف عن تفاصيل لقاهه الاول مع زوجته الاولى وقال اخترت المرتا لتشارك المهندس كمودل في كليب اغنية مو على كيفك الاغنية دي كانت من كلمات الشاعرة نسرين بنت محمد وقال حان نسرين وماجد وقال وقتها ان كل الاشعار اللي كان بيكتبها كان بيستوحيها من حبه لزوجته الاولى لكن الزواج لم يدوم طويلا انفصل من دون ان ينجيبها اطفال واعلن فاق بشكل رسمي زواجه من النجمة اصالة نصري حسنشرت اصالة صورة لهم الصورة دي سويت ودعا لحسابها على انستجراب ظهرت بجانبه كاروس ترتدي اللون الابيض ارفقت خبر اعلان زواجها من الشاعر الاراق برسالة عبرت فيها عن مشاعر الحب واللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات فهو بالتالي رد على منشورها رده قال عندما يجتمع الزوء مع الحس يتحول الانسان من شخص عادي الى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف ابهن من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وزكاء مفرط زكاء ممزوج بخف الدم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب الى حد الروعة تلك انت يا هدية السماء لن اوعدك باقل من احلامك يا اياتها المرأة الحلم ولنبدأ معا ما تمنيناه فردت عليها اصلا مجددا وقالت له من يوم ما عرفتك صديق وانت بذات المستوى من الرقي والاحترام والتقدير انا بفتخر شركك العمر الجاي وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق واكبر فيك ومسلي العادة منك بتعلم ان شاء الله يكون زواج العمر ويكون ربنا عود صبرها خير صبرها عن كل الايام الصعبة اللي عدت عليها ويلا بقى علشان ما نكونش ضيفة تقيلة عليكم هننهي حلقتنا دلوقتي بس قبل ما تمشوا السبوني ما ننساش بقى نضغط لايك للفيديو ويا ريت اللي يحب كمان يشارك الفيديو بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع عليها لاخر الفيديو وبرحب بكل الناس الجديدة اتمنى ان النهاردة تكون حلقتي عجبتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة